تسمح لي أعف بس مع زيارة مهمة النهاردة كابتن محمود الخطيب كان هو ومعه وفد مرافق لي طبعا الشيخ حمد بن خليفة يمكن مش أول مرة يزور نادي الاهلي كان سبق لي زيارة بعثة النادي الاهلي في قطر مرتين في المناسبتين اللي احنا روحنا فيهم المناسبة الأولى كانت كاس عالم أندية زار بعثة النادي الأهلي هناك الحقيقة وقدم لها الدعم الكامل والمناسبة الثانية كانت كاس السوبر سوبر أفريقيا مع الرجل المغربي زار برضه هو راجل أهلاوي هو بيعتبر الأهلي قلعة من قلعة رياضة مش بس في مصر لكن في الوطن العربي وفي القارة الأفريقية كلها وقال إنه نادي عظيم ونادي كبير وعنده تاريخ كبير جدا بطولات تفقد النهاردة طبعا معظم المنشآت زار دولاب البطولات تفقد معظم المنشآت في النادي الأهلي النهاردة وقال وعبر حقيقة عن حبه وانتمائه للكيان بشكل كبير جدا وأنه أهلاوي من زمن طويل جدا وهو الحقيقة في زياراتنا الحقيقة الأخيرة القطر كان بيوفر لفرقة النادي الأهلي كل الإمكانيات الحقيقة كل الإمكانيات هو راجل محبي طبعا للنادي الأهلي وراجل أهلاوي وطبعا لما بيروح الكابتن محمود الخطيب في أي مكان. أعتقد أي حد يحب يستقبله. يعني كاتر محمود الخطيب فعلا. إسطورة. إسطورة. هذا كان هو لعيب كورة. إسطورة في الإدارة. حاجة جميلة. طبعا.